اه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا انا يعني شكر موصول لكل الورجينايزن كوميتي للدعوة الكريمة والحقيقة انا بعتبر نفسي يعني جزء اصيل من المؤتمر فصراحة يعني يعني انا بشكر ما بشكر نفسي يعني اه طبعا المقدمة دي يعني حتستوجب مننا يعني بعض التغيير شوية هو احنا دايما بنحاول نوصل بالمونري هيبرتنشن ان دي سيمبلست ويعني هو الحقيقة مرض رخم ويعني وكمبليكيتد فعلا ومش عالفة دا كاتيتو غالبا رخما برضو اللي هو احنا يعني مش عالفة احنا هنحاول كده نوصلوا دي كيس بيست ستادي دي كيس حقيقية يعني عندنا قلنا نفتح بيها بعض الافكار يعني عشان بس جاستو ديسكاس او نشوف ان المونري هيبرتنشن ممكن تبقى حاجة وبعد شوية تبقى حاجة تانية يعني العيان بيبقى محتاج من هنا متابعة every now and then دايما watchful monitoring يعني الحقيقة هو هو ببساطة كده المحاضرة دي عشان اقول ان watchful monitoring is very important for patient with pulmonary hypertension حتى لو العيان apparently بقى كويس كمل معاه لان العيان ده هيجي عند مرحلة وهيروح واخد الزحلاء على طول يعني بمنتصة صراحة علشان كده هو دايما لازم نبقى متابعين العين كويس والري اساسمنت of the patient every now and then is very important طبعا انا يشرفني يكون معانا البانلست يعني دكتورة مروى عبدالراضي الصديقة العزيزة يعني والاخت الفاضلة وصديقة الكفاح بقى في البالمونري هيبرتنشن 12 سنة واستاذ دكتور يوسف امين رئيس وحدة البالمونري فاسكولر ديزيزز في الاصر العيني يعني معرفتي بيه كده يعني سطحية شوية احنا كده حنبتدي يعني دي مادام فاطمة she's a 60 years old female lady presented to the pulmonary hypertension clinic for assessment الهيستري بتاع مشرف جدا in 2017 she was diagnosed in qatar as scleroderma then she developed manifestations of the jougrain syndrome in 2018 the patient have primary biliary cirrhosis and was listed for liver transplantation liver transplantation itaamal مشي تقويس جدا after that she had progressive exertional dyspnea and she was offered diagnosis of pulmonary arterial hypertension this is group 1 pulmonary hypertension in a case of scleroderma jougrain syndrome primary biliary cirrhosis عملت liver transplantation وهي موجودة على immunosuppression طبعا عشان liver transplantation دي كانت ال right side heart catheterization اللي اتعملت في قطر mean right atrial pressure was 7 mean pulmonary artery pressure was 56 cardiac index was 2.09 and pvr was 13.2 طيب الحقيقة يعني الليستة الجميلة دي هي دي الدياغنوزز اللي العانة جايلنا بي pulmonary arterial hypertension primary biliary cirrhosis post orthotropic liver transplantation with يعني جايباها طبعا cadaveric for primary biliary cirrhosis and end stage liver disease she is on cell sept and tacrolimus type 2 diabetes hypertensive وعندها سيفير osteoporosis ابتوا نجالها fracture وحصل لها right neck femur fracture وتعمل لها fixation دي الميديكيشن اللي عانة مشيت بيها سلدينفل مستنتن يعني العانة جايلنا جاهزة ماشي على triple therapy for pulmonary hypertension covering three pathways of the treatment ماشي على بقية الأدوية طبعا اللي هي بتخص الدزيز نفسه والحاجات immunosuppression for the liver transplantation اللي showed improvement on the prescribed medication in the form of improvement of the functional class and the six minute walk distance السؤال الأولاني طبعا اللي حب فيكو يجاوب يعني what's your comment on the data regarding the pulmonary hypertension السلام عليكم الأول طبعا الشكر الجميع المسؤولين عن المؤتمر الجميل دوان احنا يشرفنا التواجد معكم طبعا دكتور محمد مصطفى دكتور المياء ودكتور محمود البتنوني عفاق دكتور محمود البتنوني كما في المدرسة والصدق برميلي فالصدق ما بيننا من قديم بلازر مش هون يقدر بقى وكل طبعا الـ يعني الـ patient اللي معنا النهاردة ديا هي very interesting case لأنها ممكن تطلع أي group من groups بتاعت the patient بدءا عندها collagen vascular disease ممكن يكون overlap لأن عندي Jogren syndrome عندي systemic sclerosis ممكن يبقى ممكن يكون فانا عندي البيشن عندها احتاجت انها تعمل وعندها فممكن دوا يعمل لي بورتو بالمونري هايبرتنشن البيشن كمان بتاعها الى حد ما يعني هي ابوف وهي عندها وعندها هايبرتنشن ما كانش فيه تعليق على البي ام اي بس يعني يخليني اشك ممكن تطلع هاف باف ممكن تطلع جروب تو بالمونري هايبرتنشن ادي حاجة تعني ميتوريك سندروم ويدخلني في الهاف باف الحاجة الرابعة والليها كانت مفاجأة سيئة جدا ان البيشن كالها فراكتشر ووارد جدا ان دوا يكون مقدمة لان يبقى عندها جروب فور الواسية تف كرونيك ترومبو بالمونري هايبرتنشن فديس بارتيكول البيشن بوكي معندها اي حاجة هو الريدنج بس بعد ازنهارك ممكن تجابلنا بس سؤال بس يا دكتوريوس يعني يفرق الامتة ظهر البولمونري هايبرتنشن واذا براير الليفر ترانسبلانتشن او افتر الليفر ترانسبلانتشن يفرق لو براير الليفر ترانسبلانتشن يبقى الليفر هنا عامل مهم لنا يعني بنخطه في حساباتنا اما لو هو ظهر بعد الليفر ترانسبلانتشن فالاحتمالية بتاعت النضايبة بورتو بالمونري بتنتفي او بتبقل جدا جدا اللي بس انا في تقرير اسطرة عايزين نركز هنا احنا المين بامودرات ترانسبلانتشن او 56 ملم ميركري والكارديك انديكس 2.09 كويس هو طبعا البي في ار عادي 13 ده يعني هاي انما هو الكارديك او بوت 3.2 من 10 والكارديك انديكس 2.9 من 100 which means ان البي اس اي بتاع العين احنا بحسب الكارديك او بوت على البودي سورفس اريا is really low ده حاجة بسيطة مش حاجة فضيع اما انا كان البيشن دين ما هيش اوبيز فموس انا حبعد شوية عن احتمالية ان داي يكون متابوليك سندروم وهيف باف فده اما اوش group 2 ده كان ده من الاسطرة تاني حاجة انا عندي طبعا ال pvr13 ده انا بتكلم في بريكابيلري disease صريح يعني معنديش هنا الوج مش كاتبينه هي كانت بريكابيلري ها هم كاتبينه بريكابيلري بس همش مذكرين الوج يعني يعني ماشي نافينا ان يكون group 2 اكيد وبما ان هو كان بعد لان اكيد مدام تعمل لها عشان يقوله هتخذ عملية ولا مش تدخل لان هو لو عمل اكو لان فيه احتمالية حيقول لنا لأ معلش تروح تعمل اسطرة وتقول لي بقى الارقام بتاعتك كام عشان مش هيدخلها لو بتاعها طبعا اعلى من خمسين ده ما فيش كلام خلص ما فيش مش هتدخل اعلى من خمسة وثلاثين هيتري بقى يقول لك طب والله هنشوف بقى وحنشوف انه ممكن نقلله شوية عشان نقدر ان احنا نكمل مع العينة ولا لأ لو هو اقل من كده ممكن تدخل العمليات فمدام دخلها العمليات فبروبلي هي ما كانش عندها شك في ان ده بالمونري هايبرتنشن فده برضو ينفيدي الموضوع بتاع الليفر الحاجة التالتة بس عشان الحكاية الريسنت فراكشور اللي كان موجود هل ممكن يحصل بالمونري يمبوليزم ولا لأ مدام في الاساسمنت لازم حينعمل فنترation perfusion scanning و ايجس يعني ايجس انهما عملوا هذا الكلام انت وزنجتف فهم ان دي دي دسكار دل جروب فور من الاول اي 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 الحياة نرجع تاني تاني to the patient the lady decided to stop iloprost treatment هي لقت نفسها جدا رح تقررت انها توقف الايلو بروس لانهو بيديقها هو انهليشنا لابتاخدو حوالي من ستة تسع مرات في اليوم فوقفتو within few months the patient experienced increased dyspnea with affection of the daily activity exercise oxygen desaturation became more evident and now she is on domiciliary oxygen طبعا قطلنا عملنا لها assessment from the early beginning عملنا echocardiography لأن estimated pulmonary artery systolic pressure 50 tricuspid jet velocity 3.25 dilated right atrium and right ventricle TAPC is 2.2 and she has mildly dilated left atrium and mild pericardial effusion تمام ده كان echocardiography عملنا high resolution CT طبعا احنا هنحط putting consideration this is a scleroderma patient الحيا ما كانش في اي حاجة في البرين كما خالص كان في small amount يعني في plural effusion bilateral plural reaction enlarged pulmonary artery VQ scan the patient type with thyroid the six minute walk distance 64 meters from 94 percent to 87 percent we are so sorry and whole poor quality بس الحياة كل اللي باين في فعلا bilateral plural reaction وال pericardial thickening or pericardial effusion اللي موجود الright heart catheterization اللي تعاملت دي طبعا كانت الright heart catheterization اتعملت عندنا احنا بس حطينا الارقام السابقة عشان نقارن the patient have right atrial pressure was six كان سبعة بقى ستة ما تفرقش كان عندنا pulmonary artery pressure كان 56 بقى 55 تمام apparently الدنيا مستقرة لكن حقيقة بقى الكارديك index which was 2.09 بقى 1.6 إذن I have a very bad perfusion for the whole body البال من vascular resistance اللي كانت 13 بقى 20 SVO2 اللي هي 44% إحنا دلوقتي قلنا إن this is a case of pulmonary hypertension associated with scleroderma دا الأبار لنا طيب دكتورا مروى ممكن تقول لنا كده إيه العلاقة in general between scleroderma and pulmonary hypertension why patient of scleroderma can develop pulmonary hypertension بسم الله الرحمن الرحيم بكرر الشكر للأساس دكتور محمد مصطفى وجميع دا اللجنة المنظمة الحقيقة المسج المهمة جدا كمان من الحالة النهاردة يمكن سبب اختيار دكتور ريم للحالة دي هو دا اللي بنشوف في ال practice انو عادتا حالة البرمائة hypertension ما بيجيش حالة مأشارة ممكن نلاقي فيها ملتب الاتيولوجيس وده اللي هنشوف ويمكن في آخر الحالة الحاجة التانية ان احنا كمان توا امفاسيز الرول الو 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 في اي عيام pulmonary hypertension وهو دا الحقيقي ان انا اوصل الاتيولوجي وال الو الو اعتقد حضراتنا كلنا عياني الاسكليرو درما زي ما حضراتكم عارفين ان سكليرو درما دا اوتو اميون انفلاماتري disease ممكن ينفول الاسكان وانفول ملتبل أورجنز الحياة اللي بيحصل بيحصل الانفلاماتري سلز بيحصل فيبروزيز وده اللي بيبتدي يحصل في البلمونري فسكوليتش يحصل مثل الاسمول البلمونري آرثري والبلمونري فسلز وبتدي يحصل الوحيد الحقيقة لا في ملتبل الباثوجيني ميكانيز بتحصل في عيان السكليرو درما تعمل دفرين قوس عشان كده ايهاف تو دينيات الاسبسيف قوس فالبلمونري هايبرتنش في عيان السكليرو درما بداياتا من الكلينيكال جروب وان اللي هو بالمونري آرثري الهايبرتنش اللي بيبتدي يحصل في نتيجة الانفلاميشن والنفضي والدفوزيشن وبدأ يحصل البلوماني والبسكولاتر والدفوزيشن للبراشر فالعيان ممكن يجي بكلينيكال جروب وان اخر ميكانازم الانفول من مييوكورديا حيانا يحصل فايبروزس ويحصل انفول من اللي يحصل المرد مش بس كده كمان ممكن يحصل عفاكشن ولديستوليك هارد فير الحقيقة لا يقل أبدا في الأهمية عن السيستوليك هارد فير وده اللي بنشوفه في الكلينيكال براكتس وفي الحالة دي العيان ممكن يجيلي بكلينيكال جروب تو ممكن يبقى العيان معا استوشفيتد انترستيشن لانج ديزيز او سكارنج في اللونج آآ بارينكما وبالتالي يحصل معا هيبوكسيميا ويجيلي في كلينيكال جروب ثري والجزئية دي محتاجة بس نوع جزئية مهمة فعياني السكليورو ديرما لما باجي أعمل السيرولوجي وعمل الـ الحقيقة في البداية خالص لو لقيت الانتي سندرومي الانتي بادي 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 ده بيديني كلو انه في الاغلب ده فاسكولار انفولمنت وان العيان ده عادة بيبقى بي اي اتش فدي جزئية مهمة في البداية ممكن طبع يعني يبقى فيه اوفرلاب مع الانتي فوسفليبت سندروم والعيان يجيلي بسي تاف او ممكن يحصل انفولمنت للفينز بفازو كونستركشن والعيان يجيلي بالمونري فين اوكلوزيف ديزيز يبقى هو عيان كل العيانين عندهم نفس الدياجنوز سكليورو ديرما لكن انفاكت لما بنيجي نشوف الديفرنت باثوجينيك ميكانزم عياني يجيلي بكلينيك الجروب وان عياني ممكن يجيلي بكلينيك الجروب تو او كلينيك الجروب ثري او كلينيك الجروب فور او بي وي دي والحقيقة ده مهمة جدا ان انا حدده لأنه في كل الباثوجينيك ميكانيزمي أو العينين دول حقيقة مش هتبقى زي سيمة. إحنا عايزين نعرف يا هامورو بعد إذنك يعني إحنا هنا في مصر وضعينا شكله إيه؟ عادة في عينين الكولوجين فاسكولير ديسوردر احنا مشوف حالات سيستاميك لوبس يمكن أكتر من حالات السكييرو ديرما. لكن إن فاكت بنشوف البياتش اسشيات السكييرو ديرما أكتر من حالات السيستاميك لوبس. ويمكن الفيروس ستادي ودي كانت لارجست كهورد ستادي لما تعملت عشان تشوف حالات السيستاميك سكييرو ديرما. لقوا إنه قول حوالي سبعين في المية من الحالات بتيجي ببيعاتش برسنتيج أقل ممكن تيجي بكلينكال جروب تو أو كلينكال جروب ثري. في الريزل دي أعتقد قد عندوكو في الأسر العيني سبعين في المية من الحالات السكييرو ديرما. كان بيبقى السكييرو ديرما أساشيات الانترستيشال لانج ديزيز. ودي المجوريتي أوف كيسيز اللي احنا بنشوفها في الكلينيكال براتس. أباوت فيفتين بوينت ناين دا العيان اللي هو بيجي. كومباين. أقل دي وبياتش. والحقيقة دا عيان حظه سيء جدا. السكييرو ديرما ديزيز. لما بيبقى معاها آي لدي دا بيخلي الموربيدي والمورتاليتي الحقيقة حقيقة أقل. لما بيبقى كومبليكيتد كمان بياتش دا بيبورسن البرغنوزز أكتر. والبرسنتيج الأقل يمكن دي آخر رجيستري احنا عملناها. أرقام طبعا حيات غيرت من شاء الله هنطلع بالأرقام الجديدة قريب جدا. ولكن احنا لقينا إنه السكييرو ديرما اسشياتي بياتش هي السكن كومان كوز فور بياتش أفتر اديوباثيك بالموني هيبرتنش. وده اللي احنا ممكن لسه. يعني هي كانت السكييرو ديرما يعني الاعيانين الكونيكتف تيشو ديزيز هم السكنت كومون كوز فور ذا بالمونري أرتيريا لهايبرتنشن بعد الاديوباثيك نمبر وان فيهم السكييرو ديرما. برغم زي ما دكتورة ماروة قلت إن السيستيميك لوباس كان كتير جدا والسكييرو ديرما عدده مقل بس الانسدنسة بالمونري هيبرتنشن سكييرو ديرما is very high. علشان كده كانت أول سبب في البلمونري هيبرتنشن في كونكتف تيشو ديزيز. طيب ده الحقيقة قدى بينا إن إحنا عشان عندنا انسدنسة بالمونري هيبرتنشن سكييرو ديرما عالي جدا. It's very important to put in consideration that we should screen for pulmonary hypertension in a patient with scleroderma. حضرتك تسكرين يعني أنت you are searching for pulmonary hypertension in a patient who is not complaining. تمام؟ ده screening. لو أنا ده بدور على عيان عنده complaining يبقى ده early detection. ده يتعمل في السيستيميك لوباس يتعمل في الميكسي كونكتف تيشو ديزيز وكذا. إنما إن scleroderma we should screen. الحقيقة على مستوى العالم أو يعني الستادي اللي تعاملت اسمها detect study تعاملت في يوروب. علشان يعملوا the screening for scleroderma patient. بيعملوا step one اللي هي عبارة عن الناس بيرومتري. بيشوفوا ال FVC و DLCO. بيشوفوا شوية برامترز كتير من ضمنها اليوريت ال internal pro BMP and so on. علشان يختاروا مين فيهم اللي يعمل إيكو كارديوغرافي. فنشوف بعد كده الإيكو كارديوغرافي حيقول إيه whether I have a low probability intermediate or high. معلش أعرف بقى كومنت بتاع حضرتك تور يوسف about the detect study. والحية إحنا بنعملش ال detect study. يعني بمعنى صح يعني إحنا we skip step one. هو الناس برا بالنسبة لهم الإيكو كارديوغرافي. يعني is a very expensive process. يعني process يعني. وهما investigation مكلف عندهم waiting list كبيرة. لأنه هو التكنيشنز اللي بيعملوا مش كارديولوجيست. فعدد محدود. ال study نفسها بتبقى lengthy study شوية. لازم ياخد وقت عشان يقدر إنه يطلع right side protocol مزبوط. فهو عنده أرخاص له إنه يعمل البانل اللي على الشمال دي اللي هي step one. إحنا هنا العكس إحنا مش محتاجين كل. ده البانل دي الوحدة. يعني لو روتنا هعمله روحور عمله diffusion. diffusion سعره عشر أضعاف سعر الايكو. وهو لسه step واحدة بس. طب خلق يقلق مش مهم. إحنا نعمل إيكو على طول ولو جالي probability عاليا بنقل على طول على رأيت هارد كاف. طيب عندنا كده سؤال إحنا النهاردة البيشنط دي جت لنا بعد مهام وقف الايلو بروست وهي بتاخد. فوسفو دايس ريس فايف انهيبتر. اندي اندوثيلن ريسابتر انتاجونس يعني هي بتاخد سل دينفل وبتاخد ماسي تنتن. تمام طيب أنا وين تو ستار تريبل ثيرابي. والسؤال الأوقع والأهم هو وين تو دي اسكليت يعني هو العينة هي لقيت نفسها كويسة فوقفت الايلو بروست. وين تو دي اسكليت ذي تريتمينت. ده بقى السؤال يا دكتورة مرة تفضل. طيب يعني في بوينت مهمة جدا إنه الحياة الستابتش آف. بروستا كلانتن بعمل سفير وصيد أفاكس وسفير وزرو السامتوم. عشان كده دايما حتى إحنا الترابيوتيك أوبشنز في البانوية هيبرتنشن ومعظم الميداكيشنز إكسبنسف. بتاعك اللي هتبدأ بي هو اللي هتعرف تكمل بي. مش ميزة إنك تبدأ بإكسبنسف دراج ما تقدرش تكمل بي لأن ده ممكن يعمل بعد كده. فكرة الدي اسكليتشن. إحنا عندنا في البرونك الأزمة وفي سي و بدي. العيان بحطه على ستب وايز أبروش ممكن نعمل دي اسكليتشن لكن دي فكرة مش وردة تماما في البلمير هيبرتنشن. حينا نتكلم عن بروغراسيف ديزيز وفي مالطيب والباثيجيانيك ميكانازم. فانس العيان امبروفد أنا بمنتين العيان على الثيرابي اللي أنا وصلت لها. مش معنا إن العيان تحسن إنه هو يدي اسكليتشن. فما فيش دي اسكليتشن. لتسمح لك إنك توقف العلاج إيه؟ صيد افاكتس من العلاج أو يعني ما فيش افيلابيليتي للدراج وابتدي أتشينج. إمتى بحط العيان على تريبل ثيرابي طبعا. لابا العيان جايلي بهاي رسك ستيتس. اي هف تو كومباين اندوسرين رسيبتور انتاجونس مع فوسف داستريز انهيبتور. وأكمباين معهم انترا فينس اور ساب كوتينيس بروستجلان. شكرا يا دكتورة مرح. طيب العيانة دي كانت بتاخد تاكرولمس على أساس إنها عاملة لفر ترانس بلانتيشن. خلاص طيب. ازيت افريند ارثو؟ السؤال بقى اللاطيف. يعني احنا كده هي العيانة كانت ماشي على تريبل ثيرابي. وخلصنا كل التريتمينت اللي معروف للبولمانري هايبرتينش. ابتدى يظهر في الارا الجديدة في باثويز جديدة فور دا تريتمينت فبولمانري هايبرتينش. دا بالنسبة لي حاجة تفيدني ولا تدورني. تاكرولمس كان في ناس قالت ان هو بيجيب نتاك كويسة. كأدون تريتمينت وفي ناس قالت لا والله هو ما بيعملش اي حقص. ما بيعملوش اي تأثير يعني. وفي ناس قالت لا والله دا في عندنا حالة كيس ريبورت ان احنا. تاكرولمس اندوست بالمانري هايبرتينش. طب السؤال يا دكتور يوصف. العيانة دي بتاخد تاكرولمس انشي. يعني شي ديفالوت والمانري هايبرتينشن وهي ان تاكرولمس. طب لو انا شكيت ان هي ديس اس ادراج اندوست بروبلم. هل انا عندي القدرة ان انا اوقف الدواء. هو العيانة دي بالذات. ايوة. هي الشكوى بتاعتها ما كانتش لما بدأت الدواء. يعني بدأت قبل ما بدأت الدواء. بس عموما. فرض جدل. انا العيانة دي بعد ما ابتدت. تاكرولمس مسلا. ان لايك وان منت مسلا. وابتدأ. عملت ايكو جديد في المتابعة. ولقيت ان العيانة عندها. يعني لما بتبقى. يجي لها بالمانري هايبرتينشن. افتر. يعني مش وارد انها تكون. طبعا دي انا بنتكلم على احتمالية. يعني بعد سيفر المنس. قلت عملت. انا بشاكك انها درجي انديوست. هما تدو. وهحط في ذهني ان اه. it might not be drug. it might not be. فانا مش حاضر اوقف. لان انا عندي مشكلة تانية. انا عندي. فانا حموديفاي المانجمينت بتاعي. على البلمونري هايبرتينشن. وحكمل التكرولمس. لا يعني ان احتماليات الريجيكشن هتعمل لي مشاكل اكبر. فهنا بقى انا بشوف بالنسبة للعيان. فالحكم الوحيد لو انا شكيت ان ده درجي انديوست. هل العيان ده وانا عنده. وانا عندوش. لو ريفرس بيليتي. بندي كالسيبتشان البلوكر. ويشوت شفت حاجة تانية غير التكرار. اما لو هو ما هواش. انا عندي احتمالات تانية. فا ايوالنط شفت وحدي طبعا. طبعا. طيب. الباشنط دي كانت بريزنتد لينا بهايبوكسيا. يعني في ديس اكسرشنال ديساتوريشن. ان شوزن دمسيلري اكسوجن. طيب. في الحالة دي عدكتورة مارواتس. ما هي الحالة دي حالة دي حالة دي حالة دي. ممكن الحالات دي ألاقي فيها هيبوكسيا. أو طبعا لو جالوا سيفير ريستركتيف. اللي دي نتيجة لسكتوري درما. بس ده مكانش. بتاع الحالة بتاعتنا. طيب. اخر سؤال. وده مفتوح يعني لكل الناس. دلوقتي. انسر. اللي احنا قلناها. دلوقتي احنا عندنا عينة كده. ما فانكيشها يعني. يعني واحنا وصلنا المرحلة. ويارن ايجبت. نحن لا يعني لدينا نحن على بروسترسيكليز كده. لحنا بداخل جولي ترابي. لحنا بداخل اكسجن. لحنا تحتلوقه نحن على الده ميترسي. طيب. يعني، هل نحن على صوتنا على هذا؟ دي عينة كده موجود وقصة لتيم يعني ليها مهما؟ دي عينة كده ماطوعة. نحن على بعض المساعدة الموجودين. نحن على صوتنا. وعينة كده موجود. عشان دكتور عاطف ما يزعلش. عشان دكتور عاطف ما يزعلش. لان هو قال الام دي تي ده انا عايز اعمله ميتنج الواحدة او الواحدة كده. احنا اكتشوية كنسولت الفور يعني. وكانت الخلاصة ان تم تعديل العلاج بموافقة البانيل كلها على بعض. يعني كلنا قعدنا واتكلمنا وشوفنا هنعمل ايه ونصرف ازاي ونروح فين وهيجي منين. وبعدين تم التوصل اللي قالت لنا يعني. دكتورة اللي قالت لنا. قالت لنا في كيس ريبورت عن حالة شبه الحالة دي. يعني هي تعالى هي شرحت لنا وبعدت لنا البيبرز المعمولة يعني. وقالولنا ان ان عشان يحصل عيان عنده سكليرودرما وجوغرين سندروم. وجاله بريمالي بيلياري كولانجايتس. وكمان جاله يعني ثيرويد ديس فانكشن. مهم حوالي اربعتاشر حالة للموصفين في الدنيا كلها. فالمهم لما احنا بقى كلنا احنا نذكر بقى ايه احكايت رينولدس سندروم فعلا هو في رينولدس سندروم وهي عندها الفول بلوم بتكتشر بتاعت بتاعتهم كلهم هيا. فطب السؤال هو احنا عندنا هنموديفايل التريتننت اكتشويل او عنا هو نفس التريتننت اللي هي بتاخده دا اللي هنكمل عليه لاسف يعني. لا هو الحقيقة بس هو يعني هو يعني احنا فعلا عملنا اندي تي. وبعد كفاح يعني اللي احنا مش فعلا مش عارفين نعمل العيانة ايه واضطرنا ان احنا نحاول نجيب ادوية من برا وهكذا. لقينا ان احنا عندنا بورت صغير قوي ممكن يكون فيه امل انه هو مع تغيير الاميوني سبريشن اللي البايشن تبتاخده ممكن جدا يبقى فيه جود ريسبونز. ده هيبقى ريجاردك طبعا البال من ري هايبرتنشن مع السكليرو ديرما. الحقيقة احنا يمكن الحالة دي هي حالة من الحاجات اللي احنا بنشوفها. حالة فاري ديفيكلت. يعني يعني ابيج لستو في كومبليكيشنز. ويوجولي سيز ديس بايشن. اللي موجودة في مصر ما حدودة. بس هو لنا المسج اللي احنا عايزين نوصلها. انه احنا ام دي تي اس فاري امبورتنط. ده حاجة اساسية واسا في البالمن ري هايبرتنشن. الافكار اللي متبادلة ما بيننا حتجيب لنا افكار جديدة. احنا مكناش نعرف خالص احنا لازم نغير الاميوني سبريشن. تجيب باتل ريسبونز فور ديس بايشن. ادر زان السلسابت اللي كانت بتاخده. لانه ده ممكن يفتح لنا بورت. لحد ما نقدر نجيب بروستا سايكلين انالوج من بره. اتمنى نكون خفافة عليكم يعني وتكون الدنيا لطيفة مش مزاعة لحد ان شاء الله يعني. شكرا جزيلا.